أعلن برنامج جدة تاريخية بالتعاون مع هيئة التراث اليوم عن اكتشاف ما يقارب 25 ألفا من بقايا من مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري في أربع مواقع تاريخية وشملت المواقع مسجد عثمان بن عفان والشون الأثري والخندق الشرقي والسور الشمالي ويأتي الإعلان عن المكتشفات الأثرية في ظل سعي مشروع إعادة إحياء جدة تاريخية الذي أطلقه ولي العهد للمحافظة على الآثار الوطنية وإبراز المواقع التاريخية والعناية بها وتعزيز مكانة جدة تاريخية كمركز حضارية